بسم الله الرحمن الرحيم أمر أمري بتعيين نائب للأميرة بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون توارث الإمارة رقم أربعة لسنة 1964 وعلى الأمر الأمري الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من جماد الأخيرة 1445 هجرية الموافق الرابع من يناير عام 2024 ميلادية بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى الأمر الأمري الصادر بتاريخ الثاني عشر من رجب 1445 هجرية الموافق الرابع والعشرين من يناير عام 2024 ميلادية بتعيين نائب للأميرة وعلى الأمر الأمري الصادر بتاريخ السادس من شوال 1445 هجرية الموافق الخامس عشر من أبريل عام 2024 ميلادية بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وبناء على ما تغتضيه المصلحة العامة أمرنا بالآتي يعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائبا للأميرة طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد مادة ثانية يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين لولي العهد مادة ثلاثة يلغى كل من نص يتعارض مع كام هذا الأمر مادة الرابع على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويبلغ مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف بتاريخ الثاني عشر من شوال 1445 هجرية الموافق الحادي والعشرين من أبريل عام 2024 ميلادية